عقد حزب حماة الوطن ببورسعيد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وأعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة يأتي ذلك بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ولفيف من قيادات الحزب وأعضائه وعدد من الشخصيات العامة صرح أمين عام حزب حماة الوطن بأمانة بورسعيد محمد سلامة أن ما حدث على أرض مصر في السنوات الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس لافتا إلى أن دولة بكل مؤسستها تقدم كل ما لديها من أجل المواطن المصرية لازم يبقى نزود مدى الوعي عند جموع الشعب المصري أن مشاركته إيجابية عشان نأيد أي قرار بيتخذ الرئيس علشان نبيله أن نحن دعمين ومأيدين للي هو شايفه مناسب للأمور اللي تخص أمن مصر وربنا سبحانه وتعالى يوفقه خاصة في الظروف اللي بنمر بيها يعني الرسالة زي ما أنتم شايفين الجموع واللي بره واللي جوه بتتكلم وهي رسالة واحدة إن إحنا بنأيد وبندعم وبنسنن السيد الرئيس في المرحلة القادمة واللي بعدها وبندعم كل قرارات السيد الرئيس في عدم التهجير وفي القرارات بتاعة غزة وفي قرارات الأمن القومي الخاصة بمصر وفي المنطقة المحيطة بمصر وإحنا طبعا كلنا وراه وشيد واحدة وشعب واحد واللي الرئيس عمله من إنجازات في الفترة اللي فاتت هي التي بتتكلم عن نفسها سواء كان في الإسكان أو الصحة والتأمين الشامل هنا ببورسايد عندنا حاسين بيه جدا إحنا لازم نساند القيادة السياسية لأن مساندة الشعب المصري القيادة السياسية بيدعمه قدام العالم كله علشان تبقى قرارات مؤثرة وعشان يستجيب لها الناس المساندة يعني إيه؟ يعني ننزل الانتخاب يعني كل واحد ده حقه والمشروع القانوني إنه ينزل علشان يساند القيادة السياسية في القرارات السياسية القوية والحساسة في هذه المرحلة العصيبة اللي احنا منظر بي ترجمة نانسي قنقر